دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراك سياسته في التعاطي مع المليشة الحوثية مؤكدا أن سياسة الاسترطاء أدت لاستفحال الأزمة واستطالة الحرب التي يدفع ثمنها اليمنيين باهضة نتيجة لجرائم والاتهاكات الحوثي وقال الإرياني إن استمرار المجتمع الدولي في ممارسته الضغط على الحكومة لتقديم التنازلات باعتبارها الدولة والطرف الحريص على إطلاق حوار ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة المواطنين واستجادة واسترضاء المليشة الحوثي كونها عصابة منفلتة سياسيا أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشلها في الدفاع بمسار السلام في اليمن هذا وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثيها لليمن بمراجعة طريق تعاطيهم مع المليشة الحوثي والإشارة لها بوضوح كطرف مسؤول عن إبشال تنفيذ بنود الهدنة وقطع الطريق أمام تمديدها وتقويض جهود الهدنة وإحلال السلام ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والعمل فورا لتصنيفها جماعة إرهابية ترجمة نانسي قنقر